وإما ورد في السيرة ما روى ابن إسحاق وغيره بإسناد حسن أن أدبت ابن ربيعة وكان سيدا في قومه قال يوما وهو جالس في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده يا معشر قريش أنا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا وذلك حين أسلم حمزة ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون فقالوا بلى يا أبا الوليد فقم إليه فكلمه فقام إليه عجبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن أخي إنك من حيث قد علمت من الصطة من العشيرة يعني من أعلى العشيرة والمكان في النسب وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يا أبا الوليد أسمع قال يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون من أكثرنا أموالا وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقط عمرا دونك وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده يعني جن طلبنا لك الطب وبذلنا في أموالنا حتى نبرئك منه حتى إذا فرغ عدبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه قال أفرغت يا أبا الوليد قال نعم قال فاستمع مني قال أفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حامي تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يقرأها عليه فلما سمع عدبة هذا القول من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنصت لها وألقى يدي خلف ظهره معتمدا عليه ما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله حتى إذا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول ربه فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاذ وثموت فزع عدبة وقام من مقامه وضع يده على فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أشدتك الله والرحم أشدتك الله والرحم أشدتك الله والرحم أي لا تفعل لا تدعو ولا تتوعدنا لعلمه بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انتهى رسول الله عليه الصلاة والسجدة منها فسجد ثم قال قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك فقام عدبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض أخسم بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به فلما جلس إليهم قالوا ما ورأت يا أبا الوليد قال ورأي أني قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قول والله ما هو بالسحر يا أبا الوليد بلسانه قال هذا رأي فيه فاصنعوا ما بدى لكم هذه القصة أيها الأفاضل ذكرتها لأنها جمعت أصول الحواء وقواعده وآدابه فرسول الله عليه الصلاة والسلام أحسن الاستماع لخصمه وقال قل يا أبا الوليد أسمع حتى إذا انتهى أعطاه الفرصة قال حتى إذا فرغ عدبه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه قال أفرغت يا أبا الوليد قال نعم ولم يقاطع فلم يعاجل جريسه وهذا أصل من أصول الحوار البناء وفي قول يا أبا الوليد أدب جم وخلق عظيم حيث كناه ولم يسميه باسمه المجرد احتراما له وإنزالا لمنزلته وهو عدو خصم مشرك عنيد فالمخصوط الإفهام وإصال العلم وتهيئة الخصم لقبول الحق وليس المغالبة قال الشافعي رحمه الله ما ناظرت أحدا على الغلبة ما ناظرت أحدا إلا على النصيحة ليست المناظرة لأجل أن يغلب هذا ذاك إنما لإحقاق الحق ورد الباطل وكان يقول ما ناظرت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعاب ويكون عليه رعاية من الله وحفظ وما ناظرت أحدا إلا ولم أبالي بيّن الله الحق على لساني أو لسانه فهذا أصل عظيم من أصول المحاورة وخلق جليل من أخلاقها ثم في هذه المحاورة الهدف محدد فعجبة جاء يتكلم في أمر محدود وقال فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها فبين مقصوده وحدد هدفه حتى قال له الرسول أفرغت يا أبا الوليد قال نعم وهذا أيضا فيه إنصاف للخص وهو عنوان التوفيق وكسب القلق كما أنه دال على حسن الخلق واحترام المخالف قال مالك رحمه الله ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف قال فاستمع مني قال أفعل لما أعطاه حقه وقابله بذاك استطاع أن يوصل الحق إليه اسمع مني قال أفعل وهذا يجعل الحوار هادفا ومثمرا وإلا ضاعت الأوقات واختفت الثمراء وكان الحوار عقيما هذا يصرخ وهذا يصرخ وهذا يريد أن ينص القولة وهذا يريد أن ينص القولة هذا ليس بحوار إنما هو مجموعة شتائب قال الربيع كان الشافعي إذا نظره إنسان في مسألة فغدى إلى غيرها يقول نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد ثم النبي عليه الصلاة والسلام في محاورة هذه أصل أصلا يرجع إليه في كل المناظرات والمحاورات وذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم يزده إلا أن قرر عليه القرآن لم يناقش فيما أرد عليه إنما أرد ما عنده وبضاعته وهذا فيه يرحمكم الله وهذا فيه أن صاحب الحق يلقي الحق ولا يجادل عليه وعلى هذا كان عمة الدين قال السيزي رحمه الله قال الهيثم بن جميل قلت لمالك بن أنس من هو إمام مالك رحمه الله يا أبا عبد الله الرجل يكون عالما بالسنة يجادل عليها قال لا يخبر بالسنة فين قبلت منه وإلا أمسك وقال عباس بن غالب الهمدان الوراق قلت لأحمد بن حمد رحمه الله يا أبا عبد الله أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري أكون في المجلس احفظوا يا شباب وتعلموا قال أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري فيتكلم مبتدع فيه أرد عليه قال لا تنصب نفسك لهذا قال أخبر بالسنة ولا تخاصم فعدت عليه فقال ما أراك إلا مخاصما قال ابن تيمية رحمه الله فإذا تنازع المسلمون في مسألة وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول فأي القولين دل عليه الكتاب والسنة وجب اتباعه فحوار دون أصول يرجع إليها ليس فيه ثمرة إنما تضيع للأوقات ونشر للشبهات ولذلك لا بد للمناظرة والحوار من علم مكيه وقد قال الله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير والحق يضيع بين الجهال وضعف المناظر يضعف الحق ويظهر الباطل والناس اليوم يجادلون في المسلمات وما تواثرت فيه الآيات والأحاديث حتى يأتي الرجل التافه ينكر السنة ويودها جملة ويحتج بالقرآن وهذا القول كفر بإجماع العلماء كما قالوا من حزن رحمه الله لأن فيه رد للقرآن ويأتي بالشبه ينبلي له من يصدره في الفضائيات ويدعى له من يناظره فتنتشر الشبه في العالمين ويضل الناس عن صراط ربهم المستقيم الله عز وجل أمر نبيه أن يجهر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدو هذه الأمور لابد فيها من فاصله وقد حاول المشركون أن يجدوا أدنى تنازل من النبي عليه الصلاة والسلام فيما يدعو إليه من ثوابت حتى قال الله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا فالثوابت فالثوابت لا تحاور فيها ولذلك قال النبي عليه الصلاة لعذبة قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك هذه بضعة جيه قد سمعت يا أبا الوليد ما قد سمعت فأنت وذاك والرسول لم يكثر عليه الكلام فأتى قومه بغير الوجه الذي ذهب به حين رأى الحق المبين ورجع به إلى قومه ولكن قرناء السوء له بالمرصات والإنسان إذا وفق للخير عليه أن يلزم الخير وأهله لأن يرجع إلى أهل الباطل قال والله سحرك محمد بنسانه فأضلوه عن النور الذي رآه بعينه وعلم بعقله أنه وحي ليس من البشر ليس بكهانة ولا شعر إنما له عاقبة الحميدة فحكمهم إلى العقل وإلى الإنصاف فأضلوه عن صرات ربه المستقيم وجمال المر إنما هو في الرجوع إلى الحق وعدم التمادي في الباطل قال الشافعي رحمه الله ما كابرني أحد على الحق إلا سقط من عيني رحمكم الله ما كابرني أحد على الحق إلا سقط من عيني ولا قبله إلا هبته واعتقدت مودته الحق يسلم له ويردخ له وإن جاءك به أبغض بغيط وأحقى الحقيق لأن الحق من الله والله هو الحق فإذا ردت الحق لا ترد الحقيق إنما ترد الحق على القائل وهو الله عز وجل فانتبه للأمر فالأمر عظيم ورد الحق قد يكون سببا لتمسي القلب سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغيط الحق فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين قال ابن حزم رحمه الله أفضل نعم الله تعالى على المر أن يطبعه على العدل وحبه وعلى الحق وإثاره وإن الله ينبغي أن يعرف في هذا الباب باب الحوار النافع ما قال ابن تيمين رحمه الله وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل قال وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين هذا لا بد منه قال مالك رحمه الله ما منا من أحد إلا راد أو مردود عليه والرد ينق العلم ويصفيه إذا كان بأصوله ومن أهله وقد قال الله عز وجل وليأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا فإذا أخطأ أحد ولا أحد معصوب إلا صاحب القبر نبينا عليه الصلاة والسلام يرد عليه من أهله ولا يسفه القائد ولا يسفه القائد ولذلك العلماء يرد بعضهم على بعض يردون فهومهم لا يردون ما يستدلوا به من آثار وأحاديث إنما يردون فهم بعضهم للأحاديث والآيات والإنسان إن كان طالبا للحق عليه أن يجرد قلبه للحق ويقبله من كل من أتاه به ولذلك قال الهدهد لسليمان النبي أحط بما لم تحط به قد يأتيك الحقير وأنت أعلم العالمين بما لم تحط به علم فسلم كما سلم سليمان النبي عليه الصلاة والسلام ولا تستحي من التراجع ولا تستحي من قول أدري فالملائكة لم تستحي حين قالت سبحانك لا علم لنا إلا مع أن لم تدعو شكرا